دكتور سامح مهران أهلا وسهلا بحضرتك سعداء بوجودك معنا وأعتقد أن الأسئلة ستكون كثيرة جدا جدا لكن اسمح لي أن أنا يعني لفت نظري في البداية أنه رسالة الدكتورة التي قدمتها مع حضر العالي النقد الفني كانت عن السياسة والمصرح فسؤالي الأول في علاقة بين السياسة والمصرح وما هي؟ طبعا يعني أنا من أوائل الناس اللي اشتغلوا على حاجة مدهشة جدا في المصرح المصري اللي هي الربط بين بناء المصرحية المصرية فترة الستينات تحديدا وحاجة اسمها الاشي نموتف بروداكشن أي نمط الانتاج الأسيوي ونمط الانتاج الأسيوي بيتميز وده حنلاقيه في مصرحيات فترة الستينات الحاكم كشريحة الواحد وسمى أوليجاركيات دينية وعسكرية ثم شعب من قبيل الكتل الغفل يعني فيه تميز بين الأغنياء والفقراء لكن مش مرتبطين بوضعهم في العملية الانتاجية لكن مرد الغنى والفقر الارتباط بالأوليجاركيات الحاكمة وفضل المصرح ده مستمر معنا إلى فترة كبيرة جدا لحد ممكن يعني أوائل التسانيات أوائل التسانيات ثم ماذا حدث؟ لا لازم نعترف أن المهرجان التجريبي أثر تأثير كبير جدا في دخول أشكال أخرى وتوجهات أخرى لدى المصرحيين هنا بدأ فيه انفتاح حقيقي على التجارب المصرحية حضرتك بتقصد مهرجان المصرح التجريبي اللي بيقام سنويا آه بالزبط من هو أقيم أعتقد أول دورة سنة 1988 وتوقف سنة واحدة بس اللي هي سنة الغزو العراقي للكويت ثم عاود لحد 2010 وبعدين توقف بسبب الأشياء دي وأنا استرجعته بعد كده وقدت المهرجان التجريبي لمدة أربع سنوات